اشتركوا في القناة المحترف حمزة الكوهاجي بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين في النزال الرئيسي بوزن 66 كيلو جرام وزن الريشة بالبطولة ولدى وصول سموه لمطار ماركا كان في استقبال سموه الشريف فيصل بن جميل والسيد محمد أحمد زباري القائم بعمل سفارة مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والعقيد الركن مهندس الشيخ خليفة بن عبدالله الخليفة الملحق العسكري البحريني لدى المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة الأردنية الهاشمية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن ثقته بما يمتلك الشباب البحريني من قدرات وإمكانات يستطيع من خلالها تحقيق النتائج المشرفة بمختلف المحافل والبطولات مؤكدا سموه أن الشباب البحريني يتميز بالإصرار والحماس على الظهور بالمستوى المميز في المشاركات بما يساهم في تحقيق الإنجازات ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في المحافل والمشاركات المختلفة والذي يسهم في تعزيز مكانة البحرين كدولة تهتم في النهوض بقطاع الشباب والرياضة وأشار سموه أن المشاركة في هذا التجمع الرياضي سيكون له مردود إيجابي لمملكة البحرين للتأكيد على مكانتها في المجال الرياضي بين دول العالم وبأن البحرين تهتم بمختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية بشكل عام ورياضة فنون بشكل خاص مبليا سموه ثقته الكبيرة بممثل مملكة البحرين المصنف الثالث عشر بالشرق الأوسط المقاتل البحرين المحترف حمزة الكوهجي الذي يعد مثالا يحتذا به في مجال هذه الرياضة وبقدرته على تحقيق لقب ديزرت فورس ونيل درع البطولة والفوز بالنزال الرئيس لما يتميز به المقاتل من قوة وتركيز عال وقدرات قتالية قوية وتمن ينسموه التوفيق والنجاح للمقاتل حمزة الكوهجي في هذه المشاركة